رئيس سيسي يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء ويوجه بصرف التعويضات المستحقة للمستفيدين وكالة فتش تتوقع معدل نمو لمصر هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الأربع القادمة مطار الغردق الدولي يستقبل في أولى الرحلات القادمة من موسكو ثلاثمائة سائح روسي نشرة اقتصادية جديدة تأتيكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادي للمستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر المقبل وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق شدد الرئيس على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدين من هذا الصندوق وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين هذا وأوضح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وعمل صندوق تكريم الشهداء خلال الفترة الماضية والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة في هذا الشن خاصة ما يتعلق بتسليم بطاقات التكريم للمستفيدين خلال شهر أكتوبر المقبل هذا فضلا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية بشأن الأنشطة المختلفة والمبادرات التي يمكن توجيهها للصالح المستفيدين من الصندوق أشهدت وكالة فتش بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا وعتبرته نقطة مضيئة بين الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي تقرير استعرضه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الصادر عن الوكالة في يوليو الماضي يعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا على أساس سنوي خلال 2020 رغم الجائحة ما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في 2021 وتتوقع فتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة تستمر مصر في تلقي العديد من الإشادات الدولية بعد نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية في ضمان استمرار عجلة الإنتاج رغم أزمة كورونا المزيد نتابعه في هذا التقرير في الوقت الذي استطاعت مصر إثبات قدرتها على الصمود أمام تداعية فيروس كورونا المستجد تستمر البلاد في تلقي العديد من الإشادات الدولية بعد نجاح السياسة الاقتصادية والنقدية في ضمان استمرار عجلة الإنتاج وتنفيذ أجندة مشروعات التنمية المستدامة البنك الدولي قد أشاد باستجابة مصر لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية حيث تضمنت لاستجابة زيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برنامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجا من جانبها أكدت وكالة مودز أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي حافظت على مصاري نموها الإيجابي ليتماثل مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا بفضل سياسات الإصلاح الشاملة على مدار السنوات الماضية مؤكدة تحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بما يدعم النشاط الاستثماري بالقطاعات المختلفة فيما أشاد صندوق النقد الدولي باستجابة مصر للأزمة بسياسات حكيمة وفي الوقت المناسب مؤكدا أن ذلك قد ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مشيدا بتنفيذ مصر إصلاحات طموحة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والتي ساعدتها على دخول أزمة كورونا بإمكانات قوية وكان على رأسها تعويم سعر الصرف الذي سمح بمعالجة النقص في توفر العملة الأجنبية وامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية للجنيه أما عن أحدث التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي فأشارت إلى تحسن إيرادات قناة السويس خلال السنوات القادمة لتسجل 6 مليارات و600 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن تصل إلى 7 مليارات و600 مليون دولار في 2024-2025 من جانبها توقعت وكلة فيتش أن يظل معدل التضخم في مصر مستقراً خلال الفترة المقبلة نظراً لاستقرار الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى استمرار التدفقات الداخلية للاستثمار بالحافظة المالية في تعزيز وضع الجنيه وثمنت فيتش أيضاً السياسات التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا وإجراءة الإغلاق الأكثر اعتدالاً والتي بفضلها أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً إيجابياً طيلة أزمة كورونا استقبل مطار الغردق الدولي أولى الرحلات الجوية القادمة من العاصمة الروسية موسكو وعلى متنها 300 سائح روسي هذا ومن المقرر أن يتم تسيير أربع رحلات أسبوعية للشركة الوطنية للطيران مباشرةً من موسكو إلى الغردقة كما سيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعية مباشرةً من موسكو إلى شرم الشيخ وذلك لاستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس على المقاسد السياحية المصرية أكد السفير المصري ولدى روسيا إيهاب نصر أن عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وأوضح نصر في تصريحات له أن المواطنة الروسية لديه تطلع شديد للعودة لزيارة مصر باعتبارها المقصد التقليدية والمتميز مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من طلبات الشركات الروسية والمصرية بتسجيل رحلات كاشفاً عن أن السفارة تلقت طلبات من ست شركات مصرية والتسع وعشرين شركة روسية بخلاف ما تم إقرارهم من خلال خطط ومبادرات ترويجية نجحت الدولة المصرية في الحفاظ على معدلات السياحة ودعم القطاع الحيوي والعاملين فيه لتخطي تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على معدلات السياحة حول العالم منذ اللحظة الأولى وضعت الدولة العديدة من الطوابط الاحترازية في الأماكن السياحية والفنادق وأماكن الإقامة فضلاً عن الإجراءات الصحية في المطارات وتسهيل إجراء التحاليل للمسافرين إلى جانب الاستعدادات الصحية في المحافظات السياحية المختلفة وفي خط موازن لذلك اتخذت الدولة إجراءات داعمة للقطاع السياحي نفسه من حيث المؤسسات والمستثمرين وأصحاب الأعمال وجزء آخر مرتبط بالعمالة والحفاظ عليها خاصة العمالة غير المنتظمة ومنذ إعادة فتح المجال أمام حركة السياحة الدولية كانت مصر هي الوجهة المفضلة لعدد كبير من الدول والتي أبدت ثقتها في الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة المصرية ونتيجة لذلك أعلنت وزارة السياحة والأثار اختيار موقع TripAdvisor الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم خمسة مقاصد سياحية مصرية ضمن أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم لعام 2021 يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية ومساندة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع السياحة عملا على تحقيق نسب النمو المستهدفة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا نتابع المزيد مع ضيفي عبر الهاتف دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد دكتور أرحب بك إلى هذه النشرة وبما أننا نتحدث عن عودة السياحة الروسية إلى مصر وهو حدث هام في هذا التوقيت الدقيق أيضا بداية حدثنا عن قطاع السياحة وتأثير هذا القطاع وإرادات هذا القطاع على الاقتصاد المصري بشكل عام بشكل أحمن رحيم تحياتي حضرك وكل أستاذ المتحدثين كل سنة وحضراتكم صحيحين حضرتك بخير نقول طبعا أن الصاع السياحة واحد من أهم من القطاعات في النصات الاقتصاد المصري بيعتمد عليه بشكل كتير في عدة جزء منها مرتبط بتوفير أكثر من ثلاثة مليون فرصة عمل بجانب طبعا أنه هو الصاع متشابس معديد من القطاعات الأخرى زي الصاع المسلوبات والأرضية والجزء المتعلق في السيران والنقل وبالتالي هو القطاع مهم جدا لأي اقتصاد وبالأخض بالنسبة للإقتصاد المصري بجانب أنه هو واحد من أهم المصادر الدولارية للإقتصاد المصري الغير مولدة لتكلفة أو لدين قطاع السياحة كمان بيمثل ما يفصل من حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي بيسم التعويل عليه بشكل كتير جدا الإراضات طبعا تأثرت بشكل واضح في عام 2020 ونشوفنا للأسف يمكن وصل لحوالي 70% النتيجة للجائحة الكورونا اللي سيطرت على العالم حققنا بالفعل إراضات في فضاع السياحة في عام 2016 ما تفصل من حوالي 13 مليار دولار لكن الخفض السما يفصل من حوالي 4 مليار دولار خلال عام 2020 لكن في عام الحالي 2021 يمكن بالنصف الأول حققنا ما يفصل من حوالي من 3.5 ل4 مليار دولار وكمان مع عودة السياحة الروسية بناتوقع بإذن لأن إجمالي السنة يتخطر إن شاء الله بإذن الله المستويات الخاصة بـ 9 مليار دولار ونتوقع بإذن الله يكون أفضل طيب دكتور ونحن نتحدث عن السياحة الروسية بشكل خاص هذا فيما يتعلق بالقطع السياحي بشكل عام وتأثيره على الاقتصاد المصري السياحة الروسية مثلت نحو 68% من إجمالي عدد السائحين بمصر خلال العشر سنوات الأخيرة برأيك كيف سيكون تأثير استئناف العودة بشكل كامل مع السياح الروس إلى مصر في هذا التوقيت أيضا السياحة الروسية إنجاز التعبير هي السياحة يعني بنقول السياحة مليونية لأن دائما عدد الفوت منها بيتم تقيمه بالملايين ويمكن حتى عندنا يمكن 2014 كان الرقم الأبرز كان 3.1 بليون سائح روتي وده كان يمكن رقم مميز جدا سلال الفترة من 2012 حتى الآن نتمنى أن نستعيد الأرقم دي مرة أخرى السياحة الروسية طبعا بتمثل لنا أهمية جديدة جدا لأن إحنا حتى مش بننظر لها بمعزل عن الوقود السياحية الأخرى بالعبس وجودهم بيضا إنهما يشجع عديد من الدول الأخرى والسياحين الأخرين هما يبقوا موجودين على أرض مصر كمان الالتزام للمقاصص السياحية بتقوم بيه في مصر والاستفار بالإجراءات الاحتراضية والتأكيد عليها ده متى ثقر فيها جدا لكافة الوقود وبالتالي السعادة السائح الروسي مرة أخرى بقوة بقصريات مرتبعة كما كان يحدث مقابل الكائحة أكيد هيبقى ليه مردود إيجابي جدا على حجم الإراضات في قطاع السياحة وتوفير ثقرات عمل جديدة في هذا القطاع إذن ربما انتعاش قطاع السياحة على الرغم من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا التي أثرت على قطاع السياحة في دول عدة ربما كان هذا جانبا من الإشادات الدولية على غرار إشادة فتش بالاقتصاد المصري وقدرته في هذه الفترة أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد على كل هذه المعلومات مشاهدين نشرتنا الاقتصادية مستمرة ولكن بعد هذا الفصل أنا بكم من جديد وقعت مصر مع النمسا تمويلا تنمويا بقيمة ثمانية ملايين وخمسمائة ألف يورو لشراء آلات ومعدات لصيانة السكك الحديدية وقالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن التمويل يعمل على رفع مستوى السلام على خطوط شبكة سكك حديد مصر بالإضافة إلى رفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة وزيادة التاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات وتقليل تكاليف الصيانة السنوية هذا إضافة إلى تحسين بيئات العمل وقعت مصر مع الإمارات عقد تعاون مشترك لتصنيع سيارات سيارات البيكاب إي أم والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى في مصر قال وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي إن هذا التعاون يهدف لتوطين صناعة السيارة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبها أشارت وزيرة التجارة نيفين جامع إلى أن إنتاج السيارة محليا يعد خطوة هامة لتعميق الصناعة الوطنية والتحول نحو الطاقة النظيفة افتتحت اليوم المعامل المركزية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتم تجهيزها لتصبح أحدث معامل متخصصة وفقا للمواصفات والمعايير المصرية والدولية وأضحى وزير الإسكان عاصم الجزار أن المعامل تضم نخبة من الكوادر البشرية من الكيميائيين والبيولوجيين على أعلى مستوى علمي وعملي وتدريبي وتتكون المعامل المركزية من خمسة معامل فرعية وقهت وزارة التخطيط بتسريع خطوات تفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء شبكة ألياف ضوئية لقرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إنه في إطار الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى من حياة كريمة سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات والمشروعات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية في مجالات تطوير البنية الأساسية ومنها مشروع توصيل شبكات الاتصالات الأرضية لقرى 52 مركزا أعلنت وزارة الكهرباء تطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة المينيا بتكلفة مليارين وثلاثمائة مليون جنيه خلال سبعة أعوام وأشار محمد شاكر وزير الكهرباء إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة حياة كريمة تم إدراج 161 قرية في خمسة مراكز بالمحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تنفيذ الحكومة لنحو بمائة وأربعة وتسعين ألف ومائتي وحدة سكنية خلال العام المالي 2019-2020 المزيد في العرض التالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تتصب جاف للحبوب والغلال بشرق بورسعيد تبلغ تكلفتها مليارا ومائتي مليون جنيه وأكد زكي أن المشروع يوفر نحو أربعمائة فرصة عمل مشيرا إلى أن العقدة هو جزء من إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بصناعات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة ومضيفا أن حجم التداول المتوقع بالمحطة سيصل إلى سبعة ملايين ومائتي ألف طن سنويا أكدت وزارة الرئي ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مصر والعراق لتحقيق أهداف البلدين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلة للموارد المائية وخلال لقائه الوفدة المصرية الذي زار العراق مطلع الشهر الجاري أشار محمد عبد العاطي وزير الري إلى قيام مصر بتقديم المشورة الفنية لتنفيذ نظام للتنبؤ والإنذار المبكر بالعراق فضلا عن تنفيذ تجربة رائدة لإنشاء شبكة لرصد لحظي لرصد بيانات المياه بأحد المشاريع أو مديريات الموارد المائية بالبلاد ناقش وزراء البيئة والتنمية المحلية والزراعة خطة لمجابهة نوبات التلوث الهواء الحادة لعام 2021 وأكد سيد القصير وزير الزراعة أنه يتم العمل بشكل تنسيقي متكامل خلال موسم حصاد قش الأرص بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة وهو ما أدى إلى نجاح المنظومة خلال الأعوام السابقة وفقت المفوضية الأوروبية على صرف أربعة مليارات يورو لدعم الاقتصاد اليوناني كتمويل مسبق وهو ما يعادل 13% من إجمالي المنح والقروض المخصصة للبلاد وأوضحت المفوضية أن اليونان أصبحت واحدة من أولى الدول التي تتلقى مدفوعات التمويل المسبق في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود وهو ما يساعدها على بدء تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة والمحددة في خطة الانتعاش الاقتصادي في اليونان تعهد البنك المركزي الصيني بالإبقاء على سياسة النقدية مارنة مع منح الأولوية لتحقيق الاستقرار ويعتزم المركزي الصيني توفير سيولات مالية وفيرة إلى جانب تعزيز دعم الابتكار التكنولوجي وكذلك الشركات الصغيرة وقطاع التصنيع كما تعهد بالتعزيز التنمية المتينة لأسواق المال وحماية مصانع المستثمرين بشكل أفضل وفي الصين أيضا خفض بنك جولدمان ساكس توقعه لنمو الاقتصاد الصيني مع تأثير الإجراءات المتبعة لاحتواء عودة الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19 للإنفاق وتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الحالي بنسبة 2.3% بدلا من التوقعات السابقة والبالغة 5.8% بينما قل ستوقعه للنمو خلال العام بأكمله إلى 8.3% بدلا من 8.6% إلى هنا نختتم نشرتنا الاقتصادية لمزيدا من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم تابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب نلقاكم بعد قليل في نشرة مفصلة على رأس الساعة إلى اللقاء